دادت بمجرد وصول الدوليين في كرة القدم مع الفريق لمباراة الهلال اللي هتكون يوم الحد إن شاء الله الأشعة أثباتت إصابة رامي ربيعة في العضلة الخلفية محتاج شهر رامي للعلاج كان أصيب في مباراة المنتخب كان قاعد لا بيه ولا عليه كان قاعد بيجاهز نفسه ولا بيه ولا عليه خده عشان يلعب عشرة داي ممكن يكون فرح والبسط ان راح المنتخب بس هل هو كان جاهز خواس لي حيارك يا أستاذ إبراهيم قدت الوقتي خدت واحد أو اتنين ده ظهران لإصابة اتنين لعيبة إجراء منطقي يعني لما محمد عبد المنعم والونش غياب مؤكد خاد علي جبر وقرر أن ياخد رامي ماشي بس ياخدهم إيه مش عشان يبؤسسيين لأن معنى كده لو إن هم حد منهم أساسي كان لازم يتاخد من الأول مش أخب أنا عندي لعيبة قاعد على الخط أنا واخده على حسابهم وبعدين يجي هو كان محمود علاء وآيمن أشرف محمود علاء وآيمن أشرف موجودين يبقى لما يغيب الاثنين دول يخشوا ودول يستنوا ودول يجوا احتياطي بودة لا لكن لما ترك الاثنين دول وحد يلعب بيدين اختياره في الأول ما هو مش جاهز مخدتوش في التلاتين وخدتو في الحضارة مفيش جاهزية والمطش عنيف انت طالب في مطش عنيف في قوة بدنية وعنف احنا شفنا عنف في مباراة السنغال جامد جدا وشفنا طبعا تجاهلات تحكمية حنجيب في الكلام بكل لكن أنا صعبان علي رامي انه يجي ويصاب مستغرب جدا لما انت شايفوا انه هو لازم يلعب على الاثنين الموجودين يعني انت شفته فين ما هو كان في مصر حتى كان جاي من راحة يعني هندي راحة سلبية يعني كل الأمور وتجد من يدافع عن هذا الكلام وعايزين يعني عشان كده بقولك انت ما تحس في الأسباب في ازاي حتكتب العلاج صحيح طيب